للمزيد حول هذا الموضوع أكيد تدولات الأسواق العالمية معنا في السوديو رامي أبو زيد كبير محللي الأسواق في One Financial Markets رامي أهلا وسهلا بك رامي ما رأيك بما يدور في الأسواق العالمية؟ ما أسباب هذه التذبذبات القوية؟ وهل برأيك هذه التذبذبات مستمرة؟ وبالتالي يجب أن نبقى حذرين من تعافي الذي رأيناه يوم أمس صحيح يعني التذبذب الكبير والتراجع المفاجئ الذي حدث مع بداية تدولات هذا الأسبوع أعتقد أنه يرجع لعدة أسباب وليس سبب واحد وطبعا أهمها هو ارتفاعات متتالية وكبيرة لمؤشرات الأسواق الأمريكية على فترات متواصلة بدون تصحيحات رئيسية يعني أعتقد منذ عام 2015 مع ديفاليويشن من الصين لم نجد أو لم نشهد تراجع كبير في أسواق الأسواق الأمريكية كما شاهدنا أول أمس كذلك أيضا يجب أن لا ننسى أن الأسواق بدأت في الإحساس بنبرة أكثر تفاؤلا وأكثر حدة من الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتجديد السياسة النقدية وهو الأمر الذي بدأ أعضاء الفدرالي في تخفيف حداته على الأسواق منذ بداية هذه التراجعات فرعين العديد من أعضاء الفدرالي الأمريكي بدأوا بالتصريحات أننا مصار الفائدة لازال بطيء كما تتوقع الأسواق ولا يجب المبالغة في التقديرات لرفع أكثر من أربع مرات أو ثلاثة مرات كما هو حتى الوضع الحالي في البلوت شورتز أيضا الأمر الملفت للنظر وهو سرعة النزول أعتقد أن ذلك كان هناك عامل تدخل من الكوانس أو الألغوريثمس المعروف طبعا أنها العديد من أسواق من صندوق التحوط في الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه السيستمز أو البرامج تلك البرامجيات طبعا لها قدرة على التنفيذ السريع للغاية وتعتمد بشكل أساسي على معادلات ثابتة ومنطق ثابت أعتقد أن هذه المرة أيضا تكشف إذا ما قررناها بنفس الفلاش كراش الذي حصل أو حدث في عام 2010 في شهر 6-2010 انخفاض سريع أيضا في مؤشر الداو جونز بنحو ألف نقطة كان في نفس التوقيت أيضا ارتفاع واضح في مؤشر الـ VIX ومؤشر الخوف في السوق الأمريكية أعتقد أن الآن بدأ واضح أو المنطقة التي تستخدمه الكوانس أن إذا ما كسر المؤشرات يعني مستويات سعرية محددة سابقا بالإضافة الارتفاع في مؤشر المخاطر أو الخوف في السوق الأمريكي أعتقد أن الكوانس أو الألغوريثم استبدأ في موجة من البيوع السريعة كما رأينا حدث في أول أمس ابتتوعه استمرار هذه الحالة للأسابيع المقبلة يعني في بعض المحللين عم بيقولوا عادة نقطة من شوفها التذبذبات القوية تستمر على الأقل لثلاثة أسابيع ما رأيك؟ يعني أنت مع هذا الرأي يعني أنا أقارن هذه الحالة بحالة سابقة حدثت أعتقد أننا في طور التعافي ولكن هذا التعافي عادة ما يأخذ وقت يعني في المرة السابقة في 2010 أخذنا نحو خمسة شهور إلى أن نحقق المؤشر مستويات قياسية جديدة وبالتالي أعتقد أننا على الأقل نحتاج إلى أسابيع لنتعافى من الهبوط الذي حدث ولكن لكي نستهدف مستويات سعرية جديدة أعتقد أننا سنحتاج المزيد من التأكدات استمرار في تحسن الأساسيات الاقتصادية والاقتصاد الأمريكي حتى للحظة يعني ما يدعوني للتفاول أو لا يدعو للقلق أن الأساسيات الاقتصادية لازلت جيدة والاقتصاد العالمي بشكل عام متوافق في النمو وإن كان النمو غير قوي أو غير متتالي سريعا ولكن لازل مستمر رامي ما هي سياسة برأيك لأمثل الاستثمار في ظل المعطيات الموجودة حاليا وخاصة أن البنوك المركزية تتجه إما لرفع أسعار الفائدة أم لوقف السياسات التحفيزية التي كانت بعد الأزمة عن أي شركات نبتعد مثلا في ظل أن أسعار الفائدة حول العالم تتجه نحو الارتفاع طيب يعني أنا في رأيي شخصي إذا كنا سننظر إلى هذه الانخفاضات على أنها فرص للدخول مرة أخرى يجب على المستثمر الانتقاء بحكمة ما بين القطاعات التي أدت دورها بالفعل ويبدأ في النظر على جروب روتيشن أعتقد أن قطاعات مثل التكنولوجي والفاينانشلز وإن كانت ربما تستمر في الصعود ولكن هناك قطاعات وعيدة أكثر مثل اليوتيلتز أيضا قطاعات النقل والطاقة من القطاعات المحتملة أنها تؤدي أفضل في الفترة المقبلة خاصة مع بداية تحفيز الحكومة الأمريكية لخطة الانفراسركشور كل هذه الأمور أعتقد توجه المستثمر لنحو تنويع استثماراته في قطاعات جديدة أيضا يجب أن لا ننسى أنه بعد هذه التراجعات بدأت رسالة واضحة إلى المستثمرين أنه يجب أن يكون ولو على الأقل جزء من محفظة الاستثمارية موجهة لأصول مثل الذهب يعني أصول تحفظ التوازن في المحفظ هل يجب الابتعاد مثلا عن الشركات اللي ديونة مرتفعة في ظل تكلفة ديون سوف ترتفع؟ صحيح خصوصا في هذا التوقيت يعني مع ارتفاع تكلفة الديون بداية البنوك المركزية لرفع الفوائد أعتقد أن من المهم لغاية بنزل المستثمرين النظر فيه بشكل أكثر دقة في مسألة البالانس ما بين الديون والعوائد وانكشاف الشركات على الكثير أو مستويات عالية من الديون الدولار الأمريكي هل برأيك يعكس توقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هل سوف تتغير الصورة للدولار في العام 2018 بعد أن كان العام 2017 عام سيئ جدا؟ يعني بشكل شخصي بردو رأيي أن لا يوجد ما يدعو إلى أن ننظر أو ننتظر انعكاس تجاه الدولار لنحو الصعود وإن كان ربما نرى صعود مؤقت للدولار نحو مستويات الـ 92 نقطة أو 91 نقطة ونصف ولكن هل سينعكس الاتجاه الهابط بشكل كبير أو بشكل كلي؟ لا أعتقد ذلك حتى اللحظة رامي أبو زيد كبير محللي الأسواق في One Financial Market شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا